ولكن في النهاية أنت سعط للدور النهائي عندك 3 أو 4 مباريات المفروض يعني على حسب الجدول 1 و 4 و 7 و 10 خلال الفترة القادمة لو المباراة لعبت يوم 17 يعني فمباراة النهائية إن شاء الله من وجهة نظرك الأربع مباريات القادمة الأهلي حيفكر فيهم إزاي والجهاز الفني حيفكر فيهم إزاي في الدوري العام أنت انتقلت دلوقتي من البطولة الأفريقية للدوري العام وهنا عليك ضغط وهنا عليك ضغط هنا لازم تكسب وهنا لازم تكسب ده الطبيعة بتاعنادي الحياة تكسب المباراة بتفكر في البعدها في نفس اليوم كان تقريباً النهاردة كان فيه تمرين بعد المباراة بارحة النهاردة كان فيه تمرين الصبح ده الطبيعية أو معنا صح عشان كده كابتل البطولات ما بالجيش يعني الناس اللي بتقول أهلي بيكسب في الدهة 90 لين مش عشان بلعب كويس بس لا فيه نظام فيه تركيز فيه الننا خلاص وفيه حز لا يأتي إلا للمقتهدين هذا اللي بتكلم فيها كابتل أنا مش بكسب تسيني عشان بكويس بس عشان باخد بالأسباب في كل حاجة طبيعي جداً لو أنا أي حد كسبان مبارح تراجي تلاتة فقبل نهاية أفريكي هاجي النهاردة ضدي راحة والناس اللعبة تفرح لا لأ دي الأهلي عمل العكس تماماً اللي هو الطبيعي قفل على لعبته تقريباً الحظر الإعلامي مافيش تمرين النهاردة الصبح نهاردة كنا عاملين مفاجآت والله لكن طبيعي لكن يلا ما عليش إن شاء الله كابتل لا لا ما عنديش مشكلة خالص لما كابتل سيد خد قرار بحظر إعلامي داي بقى رائع جداً ما عندي لاش مشكلة احنا بالعكس احنا دايما كلنا بندعم كلنا بندعم كلنا بالعكس وكلنا بندعم إن احنا إن شاء الله نفرح في النهاية بإذن الله بعد النهائي كل لعبة تبع عندك بالجهاز الفني مشابه في مشكلة خالص طبعاً طبعاً فأكيد الجهاز الفني قفل على لعبه بشكل كويس من ضمن الشغل أو الجدول التدريبي إنه بقى في راحة بكرة بإذن الله ايه أكيد بيفكروا في الدوري عندهم ثلاث مباراة مضغوطين جداً جداً وأكيد برضو مركزين في الدوري تعرف ده طبيعة النادي لأهل إنه خلاص مركز في كل البطولات ايه قفل أفريكي هيركز في الدوري لحد ما يجي النهائي يبدأ يحضر للنهائي إن شاء الله من وجهة نظرك يعني أنا معرفش أنا دي وجهة نظر أنا بعيداً عن النادي بعيداً عن أي حد أنا من وجهة نظري إن يجب أن يتم تأجيل مباراة يوم 11 وجهة نظر أنا لو المباراة تتلعب يوم 17 أنا لو رئيس الاتحاد أو مسؤول في اتحاد كرة القدم المفروض حبعد جواب للنادي لأهل يقول له يا جماعة أنتوا بتمثلوا مصر وعايزينكم تكسبوا البطولة الأفريقية فحنأجل لكم مطش يوم 11 ده ويعني بعد كده ندغطكوا كل 3 أيام إيه رأيك في هذا الموضوع أنا شايف دي أقل حاجة تتعامل للنادي الأهلي لأنه بمثل مصر بحاجة قلت وده الطبيعي لعكسه كل الفرق بتركز ومحتاجة أن أنا راحة غير أن أنا مضغوط بس كابتل لو الجدول ماشي كل أسبوع ماتش أو حتى ماتشين في الأسبوع أو لا تلعب يوم 11 ده لا فيش مشكلة لكن تتكلمة تلعب في الأسبوع ده تلات مباراة وتيجي تلعب يوم 11 وبعد كده صفر عشان تلعب نية أفريقية لا طبعا أنا أتمنى النتيجة زي ما حقا قلت النتيجة حاجة استباقية من الاتحاد الكورة أنه هو اللي يقول من نفسه ما يستنيش لما النادي الأهلي يطلب كده العكس إحنا كلنا لو نادي الزمالك هنقول نا تمني نادي الزمالك ياخد بطولة أفريق بالنهاية لو نادي الإسماعيل هنقول كده كلنا هنبقوا فيهم في دورة طب ده نادي الأهلي وبالمناسبة النهاردة طبعا نادي بيرامدز خرج من رجاء بركلات الترجيح الحقيقة في المباراة اللي انتهت منذ لحظات قليلة وخروج الحقيقة ممثل مصر الثاني في البطولة الأفريقية ولكن في الكونفدرالية وتأهل الرجاء إلى المباراة النهائية فزي بقول لحقا كده الطبيعي جدا أي فرقة بتمثل مصر طبيعي جدا كلها ندعمها برضو حتى تيل برضو الموضوع منتخب الأولومبي أو قصة منتخب الأولومبي حضاك برضو كلمت فيها في بداية الحلقة لازم يكون فيه توازن طبعا مهم جدا مهم جدا الناس عملتها مشكلة من لا مشكلة ما هو الأهلي بيمثل مصر يا جماعة على فكر المنتخب الأولومبي طبعا بيمثل مصر ولكن ما هو الأهلي برضو هو الأهلي راح يلعب باسم بلد تاني وما راح يلعب باسم مصر وما عنيش بحاجة كويسة جدا بيطرفع عالم مصر في كاس عالم أندية طبعا مع فرقة كبيرة جدا فرقة أوروبا وأمريكا الجنوبية يعني الموضوع مش نادي الأهلي بس تتكلم في مصر فعلا لأنه شرف لأي مصر اللي يلاقي نادي الأهلي بلعب في كاس عالم أندية مع كبار الفرقة في العالم فأتمنى إن شاء الله أن الخطوة دي تيجي بشكل استباكي من المتحد الكورة أنه هو يقدر يزبط الجدول بحيث أن الأهلي يبقى عنده راحة كويسة ما يبصش أن أنا هلعب يوم 11 فعندي 6 أيام يبص أنا قبلها مضغوطة إزاي كبتل صح يعني أنا لو أتكلم أنا كلعيب أنا بيبص عشان كده أنا بسألك يعني أنت لعب 1 و 4 و 7 و 1 1 و 4 و 7 و 11 و كده أسافر وألعب نهاية أفريقيا لا صعب جدا زي ما أقول لحضرتك لو أنا هلعب ويوم 1 ويوم 4 مثلا أو يوم 5 ويوم 11 أقول لك ألعب ما فيش مشكلة لكنك تبقى ما تقود 3 متشواط و 4 بالشكل ده وتيجي تسافر بعد يوم 11 فصعب جدا بيؤثر أعتقد ده سلبيا على اللعبي طبعا يا كابتل أكيد كلنا شوفنا الراحة الست أيام ويمكن الناس كتيرة جدا استغربت يعني إيه مثلا مثلا مصر مسواني يدي راحة سلبية ست أيام مظبوط قبل مباراة مهمة بالعكس شوفنا الناتج بتاعها بشكل كويس أوي أداء واللعيبة خلاص بحتى الحمل البدني باللعيبة عندها إنها مخزون بدني تقدر تطلعه ضغط المباراة ده يا كابتل ويحتاج تمرين ويحتاج عارف تاجي أننا نرتاح كويس فأكيد إيه إنت تفتح كويس وإنت أعمل استشفى كويس بالضبط مع أننا الاستشفى ده هو ده الطبيعي زي عشان كان يقول بكرة في راحة سلبية ده استشفى جزء من البرنامج التدريبي اللي أكيد حطوا المدير الفني